اشتركوا في القناة امتدئ حصصنا في الوحدة الثانية والتي تحت عنوان القوة والضغط ان شاء الله سوف نتكلم عن الدرس الاول تحت عنوان القوة اعداد وتقديم استاذ الطاهر في زيارياضيات اهداف الوحدة تمهيد هل تسألت يوما ما ما الذي يجعل الجسم المتحرك يطباطأ او يسرع او يغير اتجاه حركته دعونا نجيب على هذا التساول على من خلال خبرات حياتنا اليومية مثلا ماذا نفعل لجعل الكرة تتحرك اسرع كيف يوقف حارس المرمى الكرة لاعب الهوكي يغير اتجاه الكرة المتحركة بضربة خفيفة بالعصى تأمل تأملي هذه الاسئلة وهذه الصور نستنتقى من خلال هذه التساؤلات انه يرجع السبب في ذلك الى القوة اذا القوة تجعل الكرة تتحرك ببطء او بشكل اسرع او تغير اتجاه حركتها كثيرا ما نقول اثرنا على الكرة بقوة عند ركلها او دفعها او رميها ايضا نستخدم كلمات لوصف مهام معينة مثلا الفتح الاغلاق الركل الضرب الرفع الخفغان والدفع والسحب كل هذه الكلمات ينتج عنها نوع من التغير في حالة حركة الجسم بصورة عامة يمكن ان نقول ان القوة عبارة عن عملية دفع او سحب تنتج عنها حركة مثلا عند فتح او خلق الباب فاننا ندفع الباب او نسحب الباب بواسطة قوة صادرة من جسم ما اذا نستطيع ان نقول تنشأ القوة بسبب التفاعل بين شيئين اي بين جسمين اذا طلابي وطالباتي درسنا لهذا اليوم تحت عنوان القوة ما هي القوة القوة هي عملية دفع او سحب الشيء اي الجسم تأمل تأملي تنشأ القوة بسبب التفاعل بين شيئين اي جسمين تأمل تأملي هذه الصورة نلاحظ ان هذا الرجل يدفع هذه السيارة اذا طالما في تفاعل بين جسمين فانه تنشأ القوة خلالها اذا تنشأ القوة بسبب التفاعل بين شيئين اي بين جسمين ايضا تأملي هذه الصورة نلاحظ ان هزان الرجلان يدفعان الصندوق اذا هل نتجت غوة نعم لماذا نتيجة لتفاعل هزان الشخصان والصندوق تأثير القوة الحركة التي يكتسبها اي جسم هي بسبب القوة مثلا عندما يدفع هذا الرجل السيارة grading تتحرك السيارة بسبب القوة المطبقة بواسطة هذا الرجل عندما ندفع هذا الصندوق بالوط Aim هازان الرجلان فإن الصندوق يتحرك يتحرك الصندوق بسبب الغوة المطبقة بسبب هازان الرجلان إذن طلابي وطالباتي الحركة التي يكتسبها أي جسيم بسبب القوة لكن كيف نحصل على القوة تأمل هذا الشكل نلاحظ أن هذا الشكل يوجد فيه بنتان هل يتفاعل البنتان مع بعضهما البعض نعم فنلاحظ أن هاتان البنتان تدفعان بعضهما البعض وهاتان البنتان يشدان بعضهما البعض إذن نلاحظ يوجد تفاعل بين جسمين إذن نحصل على القوة تأمل تأمل هذه الصورة نلاحظ أن هذا الرجل يسحب هذا الثور وهذا الثور يسحب هذا الرجل هل يتفاعل جسمان في هذه الصورة؟ نعم هل تنتج غوة؟ نعم لماذا؟ بسبب التفاعل بين الجسمان لكن تأمل هذه الصورة هل يوجد دفع أو سحب من هذا الرجل على هذه السيارة؟ لا هل يوجد تفاعل بين هاتان الجسمان؟ لا إذن في هذه الحالة لا نحصل على القوة لماذا؟ بسبب عدم تفاعل هاتان الجسمان إذن نستنتج أنه يجب أن يتفاعل جسمان على الأغل للحصول على القوة بين الجسمين تأمل تأمل الصورة أدنى ماذا؟ نستنتج نلاحظ في هذه الصورة أنه يوجد رجلان هذا الرجل يدفع في هذا الاتجاه وهذا الرجل يدفع في هذا الاتجاه فإذا طبق هذا الرجل قوة أكبر فإن الصندوق يتحرك في هذا الاتجاه وإذا طبق هذا الرجل قوة أكبر فإن الصندوق يتحرك في هذا الاتجاه إذن نستنتج أنه من يطبق قوة أكبر يؤثر بقوة أكبر أي التناسب هنا تناسب ترضي عندنا تمرين احتمسال لكل موظف تدفع فيه أو تسحف فيه لتغيير حالة حركة الجسم أملأ الفراغات لكل العبارات التالية مستخدماً الكلمات الآتية السحب يدفع دفع الرفع ختاماً تعلم فليس المرء يولد عالماً أستاذ الطاهر فيزياء الرياضيات اشتركوا في القناة